إلى أي مدى سعد سفير تدرك الدول الصناعية والدول المتقدمة مسؤوليتها تجاه شعوب الدول النامية ويمكن سيد رئيس تحدث بصورة واضحة النهاردة ومباشرة عما اسألت أنه الوعود لا تتحقق في حضرتك تعهدات كثيرة يعني مثلا إذا خدتي حكى على سبيل المثال وليس الحصر كوب 27 قمة كوب 27 في شرم الشيخ في نوفمبر الماضي هتجد أن فيه وعود 100 مليار دولار سنويا للدول الأفريقية للتعامل مع التكيف لتنفيذ التكيف المنافي لكن هل هذه الأموال حيتم توفرها؟ وإذا تم توفرها حيبقى فيه شروط لتقدمها فالتعهدات كثيرة حضرتك ولكن طبعا يجب أن نقر برضو إحنا بنتكلم في الموضوع دوت أن المشاكل اللي بيشاهدها العالم الآن حضرتك معقدة للغاية سواء كانت مشاكل تتعلق بالصراع بين قوة كبرى أو المشاكل الناجمة عن تأثير تدعيات التغيرات المناخية على الدول النامية أو مسألة ودي مسألة في غاية الخطورة حضرتك في المنظور المتوسط والمنظور بعيد الأمل مسألة الديون الخارجية المرتفعة للدول النامية وعدم قدرتها أو صعوبة سداد المديونات عشان كده حضرتك من ضمن الأفكار اللي ترحت في قمة باريس إعادة جدولة الديون الخارجية بطريقة ميسرة بحيث أن الدول النامية الدول اللي تلقت هذه القروض تستطيع أن تفي بالتزاماتها وتسدد هذه القروض بفوائدها لكن في نفس الوقت بدون أن يمثل ذلك عبءا على خطتها التنموية